بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قيل أن أحمد في حصول العلم بخبر واحد قولان والأكثر لا يحصل وقول بن أبي موسى وجماعة من محدثين وأهل النظر يحصل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى مسألة هذه المسألة وردها المصنف بعدما ذكر حدى الأحاد وأن الأحاد هو ما لم يتوفر فيه شرط التواتر ثم بيّن المصنف في ظاهر كلامه أن المستفيضة هو جزء من الأحاد وأن بعضا من أهل العلم قال إن المستفيض مفيد للعلم بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن أحاديث الأحاد التي ليست من المستفيض وهل تفيد العلم أم لا تفيده فقال قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولا قوله قيل أي حكي عن الإمام أحمد قولا وسيأتي أن أحد هذين القولين قد نوزع في كلام الإمام أحمد كيف يحكى عنه وقوله عن أحمد أي الإمام أحمد في حصول العلم أي في تحصول العلم القطعي وعدم حصول العلم القطعي وعدم حصول العلم القطعي هو الظن إذن فالقولان المحكيان عن الإمام أحمد أولهما أن خبر الأحادي يفيد القطع والثاني أن خبر الأحادي لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن إذن فعدم إفادة القطع لا يفيد نفي الإفادة مطلقا وإنما يفيد الظن فقط قالوا عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد هنا فائدة أشار أو تقييد أشار إليه الشيخ تقييد في الجواب على الاعتراضات المصرية وهو أن الخلافة المحكية عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين قالوا بأنه يفيد العلم لا يقصدون بذلك كل خبر أحد وإنما يعنون بذلك أخبار الأحاد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون معده ولذلك يقول الشيخ تقييد إنهم إنما يقولون ذلك من باب حفظ الله تعالى للذكر الذي بعث به رسوله وقد عصم الله ذلك الذكر لحجته أن يوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلا إذن النزاع الذي سيأتي ليس في كل خبر أحد عن كل أحد وعن كل خبر جاء عن كل شخص وإنما النزاع في خبر الأحد الذي نقل به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان خبر أحد نقل عن غير رسول الله صلى الله وسلم فليس فيه هذا الخلاف وإنما من قال إنه بالقطع فلا يريد القيود التي سيريدها المصنف بعد قليل قول المصنف عن أحمد قولاني هذان القولان حكاهما قبل المصنف جماعة وحكاه بعضهم روايتين بدل القولين وممن حكاه روايتين ابن الحافظ في التذكرة في أصول الفقه قال والأكثر قوله والأكثر أي والأكثر من أصحاب الإمام أحمد والأكثر من علماء الأمة عموما ولذا يقول الموفق رحمه الله تعالى وهذا قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا أي من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا هو القول الأول عن إمام أحمد أنه لا يحصل قال والأكثر أي القول الأول عن أحمد وقال به الأكثر من أصحابه والجمهور من العلماء أنه لا يحصل به العلم وإنما يحصل به الظن وهذه الرواية منصوصة عن الإمام أحمد فقد جاء أن الأثرم نقل عن أبي حفص عمر بن بدر أن أحمد قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض وأدنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقوله ولا أشهد أي ولا أقطع قطعا تاما لكنه يجب العمل ونظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذه رواية منصوصة عن إمام أحمد بهذا النص أنه لا يحصل به العلم وإنما يحصل به الظن ولذا فإن بعضا من أهل العلم قد يصحح حديثا ثم بعد فترة من الزمان يختلف اجتهاده فيصحح أو فيترجح لديه تضعيف ذلك الحديث وهذا يدل على أن عمله الأول كان بظن ولم يكو بيقين لأن اليقين لا يتغير فيه الاجتهاد إذن هذا القول الأول هو قول الأكثر وهو المشهور عن أصحاب الإمام أحمد وجزم به جماعة طيب القول الثاني عن الإمام أحمد قال وقول ابن أبي موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل إذن القول الثاني عن الإمام أحمد وبه قال ابن أبي موسى وهو الشريف أبو علي الكوفي قاضي الكوفة من الحنابلة صاحب كتاب الإرشاد وقد نص على هذه المسألة بعينها في الإرشاد المطبوع لأن في الإرشاد في أوله عقد مقدمة صغيرة في تقريبا ثلاثة وأربع صفحات في الأصول في المسال الأصولية ثم بعد ذلك عقد فصلا في الآداب أولا عقد فصلا في الاعتقاد ثم فصلا في المسال الأصولية ثم عقد فصلا في الآداب ثم بعد ذلك شرع في أحكام الفقه أو ربما قدم بعضها على بعض لكنه في المقدمة هذه الأمور الثلاث إذن القول الثاني أن العلم يحصل بخبر الأحد أن العلم يحصل بخبر الأحد قبل أن نأتي لكلام ابن أبي موسى لنأخذ كلام الإمام أحمد نفسه من هذه المسألة ومن أين أخذ ذلك من كلام الإمام أحمد أخذ هذا من كلام الإمام أحمد من قوله في عدد من المسائل إننا نقطع به على سبيل العلم فقد أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة ثم قال نقطع به على سبيل العلم أي جزما هذا النقل عن أحمد وغيره الذي نقله جماعة منهم صاحب العدة وغيره في فهم كلام أحمد أنه يفيد العلم ثلاث احتمالات أورد المصنف احتمالين وسأزيد لكم احتمالا ثالثا نقله بعض فقهاء مذهب إمام أحمد الاحتمال الأول أن ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال نقطع بكذا من الأخبار الآحاد التي وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم فكل خبر آحاد يكون صحيحا فإنه يفيد العموم وهذا قد فهمه كثيرون عن الإمام أحمد حتى أن ابن الحاجب في مختصره قال وهذا هو قول أحمد جزم بأنه قول أحمد وقاله بعض المتقدمين منهم الخطيب البغدادي فقد جزم أن قول الإمام أحمد أن كل خبر آحاد يفيد العموم ولكن هذا الكلام الذي نسب للإمام أحمد لم يوافق عليه أغلب أصحابه حتى قال أبو محمد التميمي في رسالة في الأصول حكى بعض أصحابنا أن أحمد كان يقول إن خبر الواحد يوجب العلم قال وما وجدته من لفظه ولا أظنه يذهب إليه إذن فكثير من محقق الحنابلة نفو عن الإمام أحمد هذا القول الذي ينسب في كتب الأصول أنه يرى أن كل خبر واحد يفيد العلم الاحتمال الثاني في توجيه ما نقل عن إمام أحمد أنه قال في بعض الأحاديث أنها تفيد العلم الاحتمال الثاني أن هذا محمول على ما كان قد تواتر تواترا معنويا مثل أحاديث الرؤية ومثل ما سيأتي في أحاديث إثبات الصفات للجبار جل وعلا وغيرها من المعاني التي نقلت بأخبار آحاد لكنها تفيد التواتر المعنوي متقدم معنا في الدرس الماضي أن التواتر المعنوي هو أن يكون المعنى المشترك متفق عليه ولكن الوقائع تختلف والألفاظ تختلف من خبر إلى آخر لكن المعنى المشترك هو الذي فيه المعنى التواتر المعنوي وذلك قالوا إن أحمد إنما يقطع بما كان متواترا تواترا معنويا في السنة مثل ما ذكرت لكم قضية الرؤية الله عز وجل في الآخرة يوم القيامة ويعني أشياء كثيرة جدا نقلت يكون فيها هذا المعنى وقد نقل أحمد فيها هذا الشيء الاحتمال الثالث هو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى إذا المصنف أورد الأول في الإطلاق وأورد الاحتمال الثالث بعد ذلك والثاني أغفله الاحتمال الثالث أنه إنما قصد أحمد أن خبر الآحاد وفيد العلم إذا كان قد نقل ذلك الخبر الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم وتلقته الأمة بالقبول وهذا الاحتمال الثالث هو الذي وجه عليه كلام الإمام أحمد وسيأتي تفصيله في كلام مصنف في قوله وحمله المحققون على ما نقله أحد الأئمة إلى آخر كلامه وسيأتي تفصيل من قال بهذا القول الثالث الاحتمال الثالث وهو أنه هو المجزون به عند أغلب محقق مذهب الإمام أحمد وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله طيب نرجع لقول المصنف قال وقول ابن أبي موسى إذن هذا هو القول الثاني المنقول عن أحمد لماذا شرحت كلام الإمام أحمد لأن المصنف قال وعن أحمد قولاني فهذا هو القول الثاني بدأنا بمنصوص الإمام أحمد وذكرت لكم توجيهات أصحاب أحمد فيما نقل عنه من أنه يفيد العلم وأنها ثلاث احتمالات قال وقول ابن أبي موسى ابن أبي موسى هو الهاشمي ذكرت لكم قبل قلي صاحب الإرشاد وقد نص في الإرشاد بهذا اللفظ قال خبر الواحد يوجب العلم والعمل فقوله يوجب العلم يدل على أنه قطع قال وجماعة من المحدثين قول المصنف وجماعة من المحدثين المراد بهم أي علماء الحديث وعندنا في قضية جماعة من المحدثين أمران الأمر الأول أنه لم يقل أحد من المحدثين إن كل خبر واحد يفيد القطع وإنما المنقول عن المحدثين الذين تكلموا في هذه المسألة أنهم قالوا إن بعض سلاسل أخبار الأحاد تفيد القطع كما نقل عن بعضهم فيما جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الذي جزم به غير واحد من الذين نقلوا أراء المحدثين في هذه المسألة المسألة الثانية معنا وهي مهمة جدا أن من أشهر المحدثين الذين نقل عنهم أن خبر الأحاد يفيد القطع ودائما ينقل عنه هو أبو عمر ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة فقد ذكر في مقدمته أن خبر الأحاد يفيد القطع وقصده كما ذكرت لك لا مطلق خبر الأحاد وإنما الذي تلقي بالقبول من أئمة الشأن ولكن المشكلة أن كثيرا من الذين حشوا وعلقوا على مقدمة ابن الصلاح أو الذين ذكروا رأيه بعد ذلك ظنوا أن هذا القول هو قوله وحده وأنه لم يقل به أحد قبله والسبب أن أبا عمر ابن الصلاح لم ينسب هذا القول لأحد وقد ذكر الشيخ تقييدين له كلام في الجواب الاعتراضات المصرية جميل عن هذه المسألة فقد ذكر الشيخ تقييدين أن أبا عمر ابن الصلاح قد ذكر هذا القول وصححه وهو أنه يفيد العلم بالقرائن الحافة التي سنشير لها بعد قريب يقول الشيخ ولكنه لم يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى به وإنما أخذ هذا القول بموجب الحجة فقط ثم أعلق على كلام الشيخ فقال فقال إن الذي قاله الشيخ أبو عمر في جمهور أحاديث الصحيحين طبعا ابن الصلاح إنما يعني قال القطعية في الصحيحين بالخصوص وما في معنها قال في جمهور أحاديث الصحيح قول قيل إنه قول من فرد به عن الجمهور وأنه تفرد به قال الشيخ تقييدين وليس كذلك بل إن عامة الفقهاء وكثيرا من المتكلمين بل أكثرهم وإن جميع علماء الحديث على ما ذكره أبو عمر بن الصلاح ثم قال كلمة جميلة قال وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له فالعلم شيء وبيانه شيء آخر والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع فهذه أربعة أمور قد يكون المرء مجيدا في بعضها فاقدا لغيرها فلابد من المفارقة بين هذه الأربع فمن يستطيع معرفة العلم قد لا يستطيع بيانه ليس عنده ذلك الإفصاح والبيان وقد يجيد الإفصاح لكنه لا يستطيع الاستدلال له والحجاج عليه ولا المناظرة عليه عند وجود المناظرات إذن هذا المقصود في تحرير كلام المصنف رحمه الله تعالى في قضية من هم المحدثون وأن المحدثين ليس المراد بهم أولا أنهم قالوا إن جميع أخبار الأحاد كذلك وإنما قالوا إن إنها ما كان فيها أوصاف معينة كسلاسلة معينة أو ورد في بعض الكتب كالصحيحين الأمر الثاني أن كثيرا من الأصولين ينسب هذا القول لأبي عمر بن الصلاح وحده وسبب ذلك أن أبا عمر لم يذكر أحدا قد سبقه إلى ذلك وإنما أخذه من يعني بالحجة وأن كما سيأتي بعد قليل أن أغلب العلماء على هذا الرأي وهو أن كل ما كان من خبر الأحاد وقد تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون مفيدا العلم أي القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالقطع من اعتبار الدلالة لا باعتبار الثبوت لا باعتبار الدلالة وسيأتي إن شاء الله تفصيله عند كلام مصنف إذن هذا ما يتعلق بالمسألة قول اللي هو قضية بعض المحدثين ثم قال الشيخ وجماعة من أهل النظر أهل النظر أي الذين لهم نظر واعتبار منهم من فقهاء المالكية القاضي عبد الوهاب وبعده كذلك ابن عبد البر وابن خويز من داد وغيرهم مما سيذكرهم بعد قليل أهل العلم في من قال هذا القول من المتكلمين وغيرهم قالوا يحصل أن يحصل ذلك في يحصل العلم بحديث الآحد ثم قال الشيخ نعم وحمله المحققون على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول نعم قول المصنف وحمله المحققون من هؤلاء المحققين الذين حملوا خبر الأحاد أو حملوا ما نقل عن الإمام أحمد وما نقل عن علماء أن خبر الأحاد في ذو العلم فإنهم حملوه على شرط أن يكون قد نقله أحد الأمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول من هؤلاء المحققين القاضي أبو يعلى فقد صرح بذلك في مقدمة كتابه المجرد ونقل كلامه في المسودة ونقله ابن رجب في ذيل الطبقات من الذين انتصروا لهذا الرأي أيضا الشيخ تقي الدين وابن القيم وجزم به ابن رجب رحمه الله تعالى بل قال ابن رجب أنه هو التحقيق وهو قول أصحابنا وممن قال إنه هو قول الحنابلة جميعنا وأغلبهم ابن الحافظ في التذكرة فقد قال ابن الحافظ ويسمى ابن الحافظ لأن جده الشيخ عبدالغني المقدسي صاحب العمدة فهو الحافظ فنسب إلى جده يقول ابن الحافظ ظاهر قول أصحابنا أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا اجتمعت الأمة على حكمه وتلقيه بالقبول ثم ذكر كلام آخر يفيد ذلك هذا القول الذي حمله المحققون بيّن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن هذا هو قول أكثر العلماء من الفقهاء وبعض المتكلمين يقول الشيخ تقي الدين وأنا ذكرت كلامه هنا بالنصلي لكي أبيّن لك أن هذا القول ليس قولا للبعض وإنما هو قول لأكثر العلماء أنهم يرون أن خبر الأحاد إذا كان مما أجمع على تلقيه بالقبول فإنه يكون مفيد للعلم من حيث العلم بالثبوت ولا أقصد العلم بالدلال العلم بالدلال هذه المسألة ستأتينا في دلال للألفاظ حينما نتكلم عن النص والظاهر والمؤول يقول الشيخ تقي الدين خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء شف بقيض التلقي بالقبول عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعر كالسفراييني وبن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد وضربوا لذلك مثالا فقالوا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على خالتها هذا الحديث من أحاديث الأحد وقد أجمعت الأمة على العمل به وعلى تصحيحه وعلى قبوله فهو مفيد للعلم فنجزم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لكونه أحدا وإنما لتلقي الأمة بهذا الحديث وقبوله ولا نرد العمل به البتة بخلاف بعض أهل البدع وبعض الطوائف والتي ما زال لها بقايا إلى الآن الذين يدعون أن خبر الأحاد ليس بحجة فإنهم يجيزون أن يتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فإن حاججتهم بهذا الحديث قالوا إن هذا الحديث حديث أحاد ونحن لا نعمل بحديث الأحاد فنقول لهم إنه وإن كان أحادا إلا أنه مفيد للعلم لإجماع الأمة على تلقيه فيكون حينئذ مفيدا للعلم فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها طبعا ممن يقول بعدم العمل بهذا الحديث بحجة أنه خبر أحاد الأباضية فإن الإباضية يعني لا يعملون به بالعلة التي ذكرت لكم قبل أقلي والعجيب أنهم لا يعملون بذلك ثم يأتون لمسند الربيع بن حبيب وإسناده لمؤلفه فيه مجاهيل فهو دون خبر الآحاد لأن خبر الآحاد والتواتر إنما ننظر إليهما بعد التأكد من الصدق وعدم الكذب وهو دون ذلك بكثير ثم يعمل به أو يعمل بكتاب آخر وغيره من الكتب التي تكون فيها أساند ليست بثابتة ولكن أحيانا قد يكون المرء يعني له أمر أو حكم يأخذه ثم يحتج عليه بعد ذلك طيب نرجع لكلام مصنف يقول مصنف وحمله المحققون وقلت لكم إن هذا عليه أغلب أهل العلم على ما نقله أحاد لإما المتفق على عدالتهم يعني أن إسناد الحديث إذا كان من طريق لإما المتفق على عدالتهم كالسلاسل الذهبية كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا وبعضهم يزيد الشافعي وبعضهم يزيد أحمد وللفائدة فإن الأحاديث المرفوعة التي رواها أحمد عن الشافعي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها لا تصل إلا لا تصل إلا عشرة ليست إلا عشرة أحاديث فقط وقد ترتفع إلى أربعة عشر حديثا جمعها ابن حجر وجمعها السيوط في الثانيد في حلاوة الأسانيد لكن الشافع روا عن مالك أكثر من ذلك وأما ما رواه أحمد عن الشافع فهو أقل ولم يصل إلينا كما قال ابن حجر لم يصل إلينا رواية أحمد للموطأ من طريق الشافعي فكل من زعم أنها قد وصلت غير صحيحة طيب لكن عموم النافع عن مالك هي سلسلة الذهب بعضهم يرى ما جاء من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وهكذا السلاسل الكثيرة التي تكلم فيها التي ذكر أنها من السلاسل القوي مثل يعني ما جاء عن طريق همام بمنبه عن أبي هريرة وأغلب صحيفته أوردها البخاري في الصحيح وبعضها ليس في الصحيح وإنما في مسند الإمام أحمد وهكذا طيب قال ما أن أقاله أحد الأمة المتفق على عدالتهم سيأتي تفصيل عدالة وثقتهم أنهم ثقات في ضبطهم وإتقانهم من طرق متساوية هنا متساوية بمعنى أنها من طرق موثوقة لا علة فيها فالتساوي المساوات التساوي هنا بمعنى عدم وجود العلة قال وتلقتهم أمة بالقبول عندي هنا مسألتان المسألة الأولى أن المصنف قد أحسن فإنه لم يعبر بكونها قد احتف بخبر الآحاد قراءن لأن الأصوليين وأهل الكلام عندما يتكلمون عن القراءن يقسمونها إلى قسمين القسم الأول يقولون القراءن التي تكون للتعريف والثاني القراءن التي تكون التي لا تكون للتعريف فالقراءن التي تكون للتعريف فإنها باتفاق تفيد العلم قالوا مثل لو أن خبر أحاد وافق دليل العقل أو وافق قرآنا أو وافق خبرا متواترا فحين إذن نقول خبر الأحاد مفيد للعلم لأنه قد احتف به القراءن التي للتعريف وهذه لا خلافة فيها ولا نساء النوع الثاني القراءن التي لا تفيد التعريف مثل ما ذكره المصنف وغيره المصنف إنما أورد من القراءن القراءن المؤثرة في الحديث النبوي المسألة الثانية عندنا هذا الذي حمله المحققون أن ما كان من أخبار الأحاد وتلقته الأمة بالقبول هل أخذوه اجتهادا منهم أم هناك نصوص عن الإمة فيه باعتبار أننا نشرح متى لإمام أحمد هل عن إمام أحمد ما يدلع ذلك نقول نعم فقد جاء عن الإمام أحمد أن أخبار الأحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم يقول أبو بكر المروذي فيما روى الآجري في الشريعة قال سألته أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية والعرش فصحها أي أحمد وقال انظر عبارته تلقتها الأمة بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت فمثل هذا القيد وارد عن العلماء كثيرا جدا وأخبارها يعني منقول عن أحمد تدلع على هذا كثير جدا ذكر ابن الصلاح أن مما تلقته الأمة بالقبول فنجزم بالقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما رواه الشيخان في الجملة ونقصد بالجملة أي ما لم يعترض عليه مما اعترض عليه من بعض الأحرف التي فيها كلام وقد تتبع الصحيحان من بعض أهل العلم كأبي الفضل بن الشهيد وأبي عريين الجياني وأبي الحسن الدار قطني فإن هؤلاء الثلاثة لهم بعض المواضع التي تكلموا في بعض الألفاظ الصحيح وما عاد هذه الألفاظ ذكر أبو عمر بن الصلاح وأيده الشيخ تقي الدين وحكى أن هذا قول عامة أهل العلم والمحققين منهم أنها تفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها لأنه لم يعارض أحد في هذه الأحاديث التي شهرت وانعقد الإجماع على قبولها نعم ومن جحد ما ثبت بخبر الأحاد في كفره وجهان ذكرهما بن حامد نعم هذه مسألة متفرعة على ما سبق وهو أن عندما نقول إن خبر الأحاد هل يفيد الظن أم يفيد القطع ما الذي يترتب عليه يترتب عليه أحكام كثيرة جدا منها قضية الجزم ومنها غيرها لكن من المسالة أوردت أشير لبعضها ثم نصل لهذه المسألة أن بعض أهل العلم يقول إذا قلنا إن العلم يحصل بخبر الأحاد فينبني عليه أن خبر الأحاد يكون ناسخا للقرآن وهذه ستأتينا أنها ليس بلازم بل إننا نرى أن السنة كلها وإن كانت مفيدة للعلم وهي المتواتر لا تنسخ القرآن فمذهب الشافعي وأحمد أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله وسيأتن إن شاء الله في ذلك النسخ بعضهم قال إن فائدة أنها تفيد العلم يدل على أنه لا يمكن أن يوجد حديثان متعارضا نقول نعم سواء كان مفيدا للعلم أو مفيدا للظن لأن التعارض هو في الحقيقة في ظن المجتهدي أو ظن ناظري لا في الحقيقة وهذا الذي بنى عليه علماء الحديث عدد من الكتب ومن أجلها كتابان كتاب الشافعي في اختلاف الحديث وكتاب بن قتيبة في مختلف الحديث وكتاب مختلف الحديث لبن قتيبة هذا من حقيقة يعد من كتب التي فيها انتصار لأهل الحديث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعمه بعض الناس في ذلك الوقت أن فيها مناقضة لعقل أو عدم موافقة الله طيب من الآثار مترتبة قضية هل من جحد ما ثبت بخبر الأحاد يكون كافرا أم لا فبعض الناس يقول إن هذا متفرع على ما سبق نقول ليس بصحيح بل قد نقول إنها مفيدة للعلم لكن لا يكفر جاحد الحديث الأحاد وإن صحى عنده وهذا الذي نص عليه القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد يقول المصنف ومن جحد ما ثبت بخبر الأحاد يعني أنه ثبت عنده لا ما ثبت عند غيره بل ثبت عند الشخص نفسه لأن من جحد وقد ثبت عند غيره لا شك أنه معذر قال ومن جحد ما ثبت بخبر الأحاد وجهوده يشمل عدم العمل به أو نحو ذلك مثل ما يأتي عن بعض أهل العلم عندما يصح له حديث ومذهبه وهو من أهل التصحيح الحديث ويتقن صحة الحديث ومذهبه على خلاف هذا الحديث وليس للحديث وجه في التأول فهل له هل يحكم بفسقه أم لا قال في كفره وجهان ذكرهم ابن حامد الوجه الأول أنه لا يكفر بجحده خبر الأحاد وإنما يفسق وقد نص على ذلك الإمام أحمد فنقل أبو الفضل التميمي في كتابه الاعتقاد أن أحمد كان يقول يفسق من خالف الخبر الواحد مع التمكن من الاستعمال وهذا هو الذي جزم به القاضي أبو يعلى في العدة وهو ظاهر كلام أغلب الحنابلة أنه يفسق ولكنه لا يكفر الوجه الثاني أنه يكفر وقد أخذ ذلك من كلام الإمام أحمد وسأذكر إسنادها لأن فيها نكتة فقد جاء أن أبا محمد عبد الله بن محمد الوراق البغدادي طبعا وهذا النقل نقله أبو موسى المديني قال سمعت الخلال وهو جار لنا يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول يضرب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعناق كما يضرب على كتاب الله الأعناق إنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم كذب به كاذب يضرب عنقه هذا النص على الإمام أحمد المنقول يفيد أن من جحد حديث أحد وقد صح عنده فإنه يكون كافرا فحينئذ يقتل كما هو ظاهر كلام أحمد لكن هذا الكلام من قول عن إمام أحمد له ثلاث توجيهات التوجيه الأول أن هذا ليس بثابت عنه وإذلك يقول بن رجب رحمه الله تعالى إن هذا الإسناد فيه جهالة ولذا سميت لكم بعض من فيه فهذا جار الخلال لا يعرف ولا من هو أعلى منه فدل ذلك على أن هذا ليس بثابت عن الإمام أحمد ولذا لم يأخذوا به هذا التوجيه الأول التوجيه الثاني أن هذا الحديث محمول على ما كان من خبر الأحادي مفيدا للعلم إما لكونه متواترا تواترا معنويا أو لكونه مما تلقته الأمة بالقبول وهذا الذي حمله عليه ابن رجب رحمه الله تعالى وقال إن صح فيحمل على أن الخبر المتلقى بالقبول والتصديق يوجب العلم فالمكذب به كالمكذب بما علم من الدين بالتواتر التوجيه الثالث أن بعض العلمة نقلوا أن ابن حامد الذي نقل عن هذا الشيء قال إن ما نقل عن الإمام أحمد إنما هو في جاحد الصفات لا مطلقا وإنما في جاحده أحاديث الواردة في الصفات لأن جاحد الصفات وإن جاحد حديثا أو حديثين فمآله إلى أنه جاحدا متواترا تواترا معنويا وهذا الذي جزم به ابن حامد كما نقله عنه الجرائي إذا المقصود من هذا كله أن عدم العمل بحديث خبر الأحاد فيه روايتان عن الإمام أحمد إما أن يفسق وإما أن يكفر إلا في حالة واحدة إذا كان قد ترك العمل به بناء على اجتهاد أو تقليد فإنه إن تركه عن اجتهاد أو تقليد فإنه لا يفسق كما سيأتينا إن شاء الله في قضية عندما يقول والفقهاء لأنه نظر نظر اجتهاد فلم يعمل بهذا الحديث لسبب سيأتي إن شاء الله في محله مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظن في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا هذه المسألة يتكلم عن الأخبار التي تقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة غيره فهذه نوع من القراء التي قد تفيد العلم وقد أورد المصنف مسألتين المسألة الأولى قال إذا أخبر واحد فقوله إذا أخبر يعني تحدث بشيء وهذا الشيء المتحدث به ينقسم إلى قسمين إما أن يكون حكما وإما أن يكون غير الحكم بأي أمن آخر مما ليس من الأحكام مثال الحكم قالوا أن يأتي أحد ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر بين يديه حكما إما جوازا أو إباحة أو حرمة أو وجوبا أو ندبا أو كرها ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فحينئذ فإن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه صادق في ذلك الحكم نضرب لذلك مثالا وهو ما روى قيس بن قهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين أو أنا أصلي ركعتين الفجر بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتين يا قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين الفجر فهما هاهنا والحديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو دود والترمذي فهذا الحديث ذكر فيه قيس حكما بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أقره بلفظ أو أنكر عليه وقد كان ذلك بحضرته فحينئذ يأخذ منه أنه يجوز نأخذ منه حكمين الحكم الأول أنه يشرع قضاء السنة الراتبة لمن فاتته الأمر الثاني وهو إحدى الروايتين في المذهب أخذ الفهم الثاني أنه يجوز قضاء السنة الراتبة في وقت النهي لكن تأخيرها إلى بعد خروج وقت النهي أولى وأحسن وقد نصر الإمام أحمد على ذلك أنه يؤخذ بها ولكن تأخيرها أحسن ونقله عنه الموفق في المغني والشرح كذا جزموا لأجل هذا الحديث بناء على هذه القاعدة الأمر الثاني مما يقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس حكما فحينئذ هل يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه أم لا نقول ما ليس بحكم نوعان النوع الأول قد يكون خبرا مثل ما نقل أن بعضا من اليهود تكلم في محضر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر هذا أخذ منه كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقه عليه الأمر الثاني لو كان هذا الكلام الذي قيل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بحكم ليس حكما ولا خبرا عن الله عز وجل وإنما هم من الأمور المحتملة التصديق والتكذيب فحينئذ فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على صدقه ولا كذبه مثل الحلف على ابن الصياد هل هو الدجال أم ليس بالدجال ومثل قول عمر والله لقد نافق ونحو ذلك من المعاني نعم يقول وإذا أخبر واحد هذا يشمل المسلم وغير المسلم كما مر معنا في قصة اليهود بحضرته عليه السلام يعني بحضرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر قوله ولم ينكر أي ولم ينكر قوله وفي معنى قوله لم ينكر فعله إذا كان فيها فعل قال ولم ينكر في مسأة ولم ينكر هنا بعضهم زاد قيدا وهذا القيد مهم نقول بشرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه وفهم معنى معنى كلامه ذكر هذا ابن السبكي في شرح المختصر وذكرها في جمع الجوامع كذلك لأنه إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه فلا يدل على صدقه فنقول لا بد بشرط أن يكون قد سمعه وفهم كلامه طيب قال دل على صدقه أي على صدق المخبر ظنا أي ليس يقينا وإنما ظنا لوجود احتمال وإن كان ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه أو لم يفهم مراده أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أو أخر الإنكار عليه لأمر يعلمه عليه الصلاة والسلام أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنه قبل ذلك مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف عمر رضي الله عنه قد نافق فلان بيّن نبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه ليس بمنافق قال في ظاهر قول أصحابنا يعني الحنابلة وهذه الكلمة أخذها من كلام مثل هو الذي قال في ظاهر قول أصحابنا قال وغيرهم وممن قال بأنها تفيد العلم كذلك الآمدي قال وقيل قطعا أي أنه يفيد العلم قطعا لا ظن وممن قال إنه يفيد القطع بعض أهل الكلام كما نقل عنهم لأنه حينئذ يكون إقراره صلى الله عليه وسلم بمثابة صدقه قطعا طبعا نحن نتكلم يفيد العلم قطعا أو ظنا للحاضرين وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه نعم هذه المسألة الثانية أيضا الذي ذكرت لكم أن المصنف قال إنها تفيد العلم للقراء لو أن قال وكذلك الخلاف أي السابق هل يفيد العلم ظنا أو قطعا لو أخبر واحد يعني شخص منفرد بحضرة خلق كثير يعني أخبر واحد بخبر لا بد أن يكون خبرا محسوسا أو بخبر عن محسوس لا بخبر عن شيء ماضي وإنما عن شيء محسوس قال وكذا لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير يعني وهو يتكلم أخبر بشيء ذلك الشيء كان قد حضره عدد كثير من الناس قال ولم يكذبوه يعني لم ينكروا عليه قوله فإنه حينئذ ففيه القولان السابقان قيل إنه يفيد الظن وقيل إنه يفيد القاطع والمقدم أنه يفيد الظن قدمه ابن المفلح وتبعه على ذلك المرداوي مثل المسألة السابقة تماما نعم وقال ابن الحاجب وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة نعم قول مصنف وقال ابن الحاجب هذا القيد الذي نقله المصنف عن ابن الحاجب هو تقييد للمسألة الثانية بمعنى متى يكون خبر الواحد إذا كان بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه مفيدا للعلم قال بهذا القيد وقد أورد ابن الحاجب قيدين لا قيدا واحدا سنأخذه من كلامه وقبل أن أذكر هذين القيدين أريد أن أنبه أن ابن الحاجب له كتابان المختصر الكبير والمختصر الصغير في الأصول طبعا وأما في الفقه فله مختصر فقهي مختلف وهو جامع الأمهات فالمختصر الكبير يسمى المنتهى ومختصره يسمى مختصر المنتهى أو مختصر منتهى السود المختصر الكبير لم يذكر فيه هذا القيد وإنما ذكره في المختصر المشهور عند العلماء أو يسمى المختصر الصغير فهي مما أضافه بعد ذلك على كلامه ولذلك المصنف لما قال وقال ابن الحاجب يدل على أمرين أن ابن الحاجب لم يقله في كل كتبه وأنه لم يذكر هذه القيود التي أوردها ابن الحاجب فقهاء الحنابلة وإنما هو قد تفرد بها هذا هو ظاهر كلامه لأنه نسب هذا القول ابن الحاجب وحده طيب ما هم القيداء الذين أوردهما بالحاجب القيد الأول قال إذا علم أنه لو كان كاذبا لعلموه والقيد الثاني أنه لا حامل لهم على السكوت نبدأ بالقيد الأول قوله إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه أي إن علم السامع لهذا المتكلم عندما تكلم بحضرة خلق كثير من الناس بأي طريق من الطرق التي يعلم بها ذلك أن الناس الذين تكلم بحضرتهم لو علموا أنه كاذب بخبره لعلموا يعني لم يسكتوا عن كذبه ولعلموه خطأه وكيف يكون قد عرف ذلك قالوا يكون قد عرف ذلك عن طريق أن الحاضرين عددهم جم كبير ولا يمكن أن يتواطؤوا على إخفاء الحقيقة ونحو ذلك من الأمور العادية التي يعرف بها القيد الثاني قال ولا حامل على السكوت أي ولا حامل لهؤلاء الخلق الكثير الحاضرين على السكوت كأن يكون المتكلم له سطوة فيخافون منه أو ذو مال فيرجون رغبة ماله وله عطاء ويد عليهم فيرجون عطاءه أو أن يكون بينهم مواطأة على ذلك فإذا وجد الحامل فإنه في هذه الحالة لا يفيد العلم والقطع قال فهو صادق قطع يعني مجزوم بقطع صدقه للعادة أي لجريان العادة بذلك هذا كلام ابن الحاجب قلت لكم أنه يعني مفهوم كلام صنف أنه قد تفرد به وقد ذكر ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب أن هذا الذي ذكره ابن الحاجب خالفه فيه قوم ورجح خلافه أيضا ابن السبكي وممن ضعف هذا القول من الحنابلة المرداوي في التحبير وذكر أن هذا مردود ولأن العادة لا تحيل سكوتهم إذا كان عددهم كبيرا جدا نعم مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كالب قطعا خلافا للغافظة نعم هذه المسألة عكس السابقة وهي أن توجد قرائن وتلك القرائن تدل على كذب الخبر لا على صدقه قطعا وإنما على كذبه قطعا فتكون عكس السابقة تماما وهذه القاعدة وهو المسألة سيريد المصنف تفيد فائدتين في الأحكام الشرعية وسيأتي إن شاء الله في كلام الرافضة وسيأتي أيضا وتفيد أيضا في مسألة المرء في حياته عندما يأتيه خبر مستغرب هل يصدقه أم يكذبه يقول الشيخ إذا تفرد واحد يعني تفرد واحد بنقل خبر لا بد أن يكون قد نقل خبرا وهذا الخبر الذي تفرد به الواحد لم ينقله غيره من الناس مع مشاركة الناس لهم في رؤيته بأن يكون قد رأوهم معه أو سمعوه إذا كان صوتا وهذا معنى قوله إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله طيب تتوفر الدواعي على نقله عندنا فيها ثلاثة أمور سأذكرها لكم ثم نعرف منين أخذنا هذه الأمور الثلاثة من كلام من صنف قبل أن أبدأ بهذه الأمور الثلاثة نحن نتكلم عن رجل ذكر خبرا وهذا الخبر الذي تكلم به نجزم بأنه كاذب نقول إذا وجدت ثلاثة أوصف الوصف الأول أو نقول أربع على حسب ما يأتي بالذهن الوصف الأول أن يكون ذلك الشخص قد تفرد بنقل ذلك الخبر ولم ينقله أحد غيره الأمر الثاني أن يكون قد شاركه في سماعه أو في رؤيته غيره من النس الشرط الثالث أو القيد الثالث نقول ليس شرطا وإنما نقول قيدا ثالثا أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله بمعنى أن الحاجة تدعو إلى نقله نقلا متواترا إما لكونه شيئا ظاهرا في البلد أو لكونه أمرا مهما يحتاج إليه كل أحد وبناء عليه فإن لم تكن هناك ما تتوفر الدواعي لنقله لكونه خبرا غير مهم فلا يحكم بكذبه قطعا إذن القيد الأول نأخذ من قول مصنف إذا تفرد واحد والقيد الثالث نأخذها من قول مصنف وقد شاركه خلق كثير يعني شاركه خلق كثير في المشاهدة أو في السماع لذلك الخبر والقيد الثالث نأخذه من قول مصنف فيما تتوفر الدواعي على نقله والمراد بالدواعي أي الحاجة كما عبر البهوتي في شرحه على الإقناع فقال الدواعي بمعنى الحاجة على نقله أي على نقل ما شاهدوه أو سمعوه مثل المصنف له بمثال قال كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة يعني لو انفرد واحد بخبر قتلي ليس بالقتل ليس هو الذي قتل وإنما انفرد بنقل خبر أن خطيب الجمعة قد قتل ولم ينقله أحد غيره نقول أنت كاذب قطعا يحكم عليه بالكذب قال فهو كاذب قطعا فحينئذ يرد خبره ولا تقبل شهادته إذا كان قد شهدها شهادة أمام القاضي ولا يكون خبره يدخل في حكم أخبار الأحاد المفيدة للظن وإنما هي من المقطوعة بكذبها قول مصنف فهو كاذب قطعا أي بلا شك وقد ذكر بعض الشراح وهو أبو الثنى الشيرازي من أحد الشراح مقتصر ابن الحاجب قال وهذا قول الكل لم يخالف فيه أحد وهو الحق قطعا أنه كاذب قطعا ما هي ثمرت هذه هذه المسألة ثمرت هذه المسألة من جهات أولا في مساء للدين الرد على بعض أهل البدع الذين يذكرون أخبارا ويبنون عليها دينهم وتكفير غيرهم من الناس ويذكرون أن بسرسل ذكرها ولم تنقل بخبر صحيح وإن سلمنا فإنما نقلت بخبري أحد مثل ما قال الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام بعده علي أو قال إن الخلافة في علي رضي الله عنه وبني أو إن المعصومين إثني عشر أو نحو ذلك فنقول هذا غير صحيح مثل هذا أمر من الدين يعتبر أصل من أصول الدين كما تزعم فإن كان أصلا من أصول الدين فالواجب أن ينقل نقلا أقل أحواله مستفيض فكيف لا ينقله إلا شخص واحد فحينئذ يكون نبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا النقل والنبي صلى الله عليه وسلم براء من ذلك يكون قد أخفاه وهذا ليس بصحيح وأنتم تقولون أن نبي صلى الله عليه وسلم قاله في غدير خم وفي غيرها من الأماكن العامة ولم ينقله أحد لا يمكن أن يتواطأ هذا العدد الكبير من الناس على الكذب والكتمان لا يمكن بالعقل فالحجاج العقلي ينفي ما تقولونه وتدعونه من المساء المبنية على هذا المسألة مسألة القضاء وذلك العلماء يذكرون أن الشهادة من شهد بشيء مما يستفيض وتتوفر الدواع لنقله ولم يوافقه أحد غيره وكان قد حضره جم كثير فإنه لا يقبل مثل ما يتعلق بالجراحات في المكان العام فلو الدعي أن فلانا جرح فلانا في المكان العام وذلك المجروح ممن يتوفر الدواع لنقل خبره لكونه خطيبا أو أميرا أو مشهورا أو عالما تمثل هذا مما يجزم بكذبه قطعا نعم مسألة يجوز العمل بخبر واحد عقل خنافا لقوم نعم هذه المسألة من المسائل المهمة وهي مسألة المتعلقة بالعمل بحديث الآحاد هل يجب العمل به أم لا يجب وهل هو جائز أم ليس بجائز وهذا الباب المخالفة فيه في الحقيقة هو سبب لرد أحكام الشرع ولذلك فإن ابن القيم في كتابه العظيم وهو من أجمل الكتب الحقيقة وهو كتاب الصواعق المرسلة والموجود إنما هو مختصره وبعض الأصل وليس كل الأصل موجودا ذكر أن الطواغيط التي يرجع إليها منكروا كثير من معاني الشريعة أربعة ومن أحد هذه الطواغيط طاغوت القول بالأحاديث الأحاد أنه لا يعمل بها وعندما نقول أنه لا يعمل بها ليس معناها أنها تفيد القطع ولكن قد تفيد الظن ومع ذلك نعمل بها فلا تلازم بين الأمرين ولكن بعض أهل البدع يقول ذلك ومن أعجب الكلام الذي يدل على هذا الأمر ما ذكره الإمام أبو العباس بن القاص الشافعي وهو من كبار علماء الشافعية عليه رحمة الله تعالى ومن أذكيائهم وهنا فائدة تعلق بأبو العباس بن القاص له كتاب على صغر حجمه إلا أن هذا الكتاب من أجمل الكتب في التقرير للقواعد والتخريج عليها وهو متقدم لأنهم من علماء القرن الرابع وكتابه هذا اسمه التلخيص طبع وله شروح لم تطبع بعده فأبو العباس بن القاص من أعيان فقهاء الشافعية له كلام في خبر الأحاد يقول يقول لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الأحاد لعجزه عن السنن لما عجزوا عن مردها وقد خالفت أهواءهم أتوا بهذه الشماعة التي يعلقون عليه هذا الأمر قال زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان يقول وهذا ذريعة إلى إبطال السنن فإنما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل وصدق رحمه الله تعالى وإذلك إذا جاءك من يحاجج بعدم العمل بخبر الأحاد نعم نقول يفيد الظن محتمل لكن هل لا يعمل به نقول عندنا أمران الأمر الأول أنها تفيد العلم وسيأتي الكلام فيها بعد قليل يفيد العمل وسيأتي الكلام فيها بعد قليل والأمر الثاني أنها إذا حفت بها قرائن معينة فإنها تفيد العلم فتكون كالمتواترة لأنها من باب الإجماع يقول الشيخ يجوز العمل بخبر الواحد عقلا قوله يجوز العمل أن يجوز التعبد ويشمل ذلك أمرين الأصول والفروع ففي الأصول مسائل الاعتقاد تثبت بأحاديث الآحاد والأمر الثاني في مسائل الفروع الأحكام ولذلك فإن عبارة المصنف العمل بعضهم يقول الأولى أن يقال التعبد لكي تشمل حتى الأصول ولا تكون قاصرة على الفروع وإن قلت أن قول التعبد يشمل إثنين قد تقول أن التعبد يشمل إثنين لأن عفوا العمل يشمل إثنين لأن الاعتقاد داخل في عموم العمل طيب قال بخبر الواحد عقلا طبعا كيف يكون الاعتقاد داخل في عموم العمل لأن الناس يتفاضلون في الإيمان طبعا هناك التصديق وهناك العمل التصديق ليس الناس فيه سواء بل بعض الناس أكمل تصديقا من بعض وسبب فرقهم في التصديق هو علمهم بالله عز وجل وبكلامه وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله فأكمل الناس تصديقا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله وهذه دلالة على أن العلم بالله وبشرعه يؤدي إلى كمال التصديق به سبحانه وتعالى يقول الشيخ يجوز العمل بخبر الواحد عقلاء وهذا القول الذي ذكره مصنف هو قول الأكثر وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعني هو قول الفقه جميعا بل أكثر العقلاء كما قال ابن قدامة في الربضة قال خلافا لقوم المخالفون في ذلك فريقان فريق قالوا إن العمل بخبر الواحد واجب عقلا وليس جائز وإنما هو واجب وسيأتي أن هذا قول أبي الخطاب وسيرد المصنف بعد قريب وذلك لن أتكلم عن هؤلاء المخالفين النوع الثاني من المخالفين وهم المقصودون من قال إن العمل والتعبد بخبر الواحد عقلا غير جائز فأنكروا التعبد به وقد قال ابن برهان وابن برهان من شيخ ابن عقيل صاحب الوصول وكان حنبليا ثم تشفع وقد مشى على طريقة المعتزرة في بعض آراءه يقول عن هذا القول يقول صار إليه طائفة من مبتدعة المتكلمين هذا كلام ابن برهان وهذا هو الذي ذهب إليه بعض القدرية بالخصوص والقدرية هذا مصطلح يشمل طوائف شتى من مذاهب متعددين أو أكثر القدرية على هذا ممن ذهب أو نسب له هذا القول قالوا وبعض الظاهرية والحقيقة أن نسبة للظاهرية فيه نظر لماذا؟ لأن الذي نقل عنه هذا القول هو أحد تلاميذ محمد بن داود واسمه القاساني بالسين المهمرة دون المعجمة لأن بعض الكتب تسميه القاشاني وإنما هو القاساني وهذا القاساني كان متتلمدا على محمد بن داود الظاهري ثم تشفع بعد ذلك ورد على الظاهرية فلا ندري هل قال هذا القول في مرحلته الأولى أم في مرحلته الثانية أم كانت له مرحلة ثالثة بعد ذلك وذلك فمن الصعوب أن يقال إن هذا قوله الظاهرية في هذه المسألة القوم هؤلاء بس من باب الفائدة ابن الحاجب نسبه للجباء والمصنف لم ينسبه للجباء وقد أحسن المصنف فالصواب أن قول الجباء التفصيل وسيرده المصنف بعد قريل وهذا يدلنا على أن المصنف لم يتابع ابن الحاجب في كثير من المسال وإنما حور حتى في نقل المذهب وقولهم ساقط كما قلت لكم أن ابن برهان قال إنه قول أهل البداء لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يجبه قولان هذه المسألة فيها نقص وفهمها يحتاج إلى مقدمة فأرجو أن تتحملون بعض الشيء قول المصنف لكن هذا من المصنف تفريع على قول من قال إنه لا يجوز العمل بخبر الواحد إذن فقوله لكن هذا تفريع على قولهم أي القوم الذين خالفوا كان لهم قولان في المسألة التالية قال هل في الشرع ما يمنعه أي هل ورد في الشرع ما يمنع العمل بحديث الأحادي أم لا فيكون فيكون حينئذ العقل قد منع منه والشرع قد منع منه أم ليس كذلك قال أو ليس فيه ما يوجبه أي ليس في الشرع ما يوجب العمل وإنما سكت فيكون حينئذ توقف فنرجع للعقل ودلالة العقل تقول لا يعمل بحديث الأحاد والشرع لم ينهى ولم يوجب لم ينهى ولم يوجب فيكون لنا خياران قال فيه قولان فيه قولان في هذه المسألة طيب تحرير هذه المسألة في الحقيقة أحسن من تكلم عنها أو لخصها هو الجويني ولماذا اخترت الجويني بالذات لأن المصنف نقل هذه المسألة عن المسودة وفي المسودة نقلها عن الجويني فهي في الأصل منقولة من الجويني ماذا يقول الجويني أو ملخص كلامه يقول الجويني إن من نفى جواز العمل بخبر الواحد وقال إنه لا يستحيل وروده في الشرع فإن لهم قولين القول الأول قالوا إن في الشرع ما يمنع التعلق به والقول الثاني قالوا لم تقم دلالة قاطعة على العمل به فحينئذ يتعين الوقف هذان هم القولان كما فصلهما وبينهما الجويني في البرهان وهو أحسن من تكلم في هذه المسألة نعم وهذه المسألة يعني تفريع على قول بعضها البداع ولذلك فقط لفهمها وإلا فلا ثمرة لها نعم وهو باطل وملغي نعم ويجب العمل به سمعا عند الأكثر نعم قال ويجب العمل به أي ويجب العمل بخبر الآحادي طبعا في الأمور الدينية سواء في الفروع أو في الأصول سمعا سمعا أي الدليل الشرعي أوجب العقل يجيز والدليل الشرعي يوجب ما معنى أن العقل يجيز نسيتها نذكر لك ما معنى أن العقل يجيز باختصار ما معنى أن العقل يجيز يعني معناها أنه يجوز عقلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس أيها الناس كل حديث يصلكم عني بخبر آحاد فأعملوا به نقول عقلا يجوز ذلك إلا خلاف بعض البداع ذكرت لك قبل قليل أو ذكر المصنف قبل قليل أما في الشرع فنقول ليس الجواز لم يرد الجواز بل ورد الشرع بالوجوب وهذا قوله ورد به سمعا نص على أنه قد ورد به السمع الإمام أحمد فقد قال الإمام أحمد في رواية أبو الحارث إذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ونقله الثقات فهو سنة ويجب العمل به على من عقله وبلغه ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس واستدل على ذلك بحديث فقد جاء عند الميمون أن أحمد حدثه بحديث ابن عباس وفي قصة حديث ابن عباس أن عمر قال وكان لي أخ يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأشهده يوما فإذا غبت جاءني بما يكون من الوحي وما يكون من رسول الله قال عبد الملك الميموني قلت لأحمد في هذا حجة بخبر يجيء به الرجل الواحد يقول هل هذا دليل فقال أحمد نعم واستحسنه وهذا يدل على أن أحمد يعني رأى أن السمع يدل على الوجوب طبعا الأحاديث التي وردت عنه بسلام بأن خبر الأحادي يجب العمل به سمعا وصلت مرحلة التواتر كما نقل ذلك الجويني فالأحاديث عنه بسلام بالمئات أنه أرسل أشخاصا آحادا بتبليغ سنته وتبليغ كتبه عليه الصلاة والسلام وقاتل أقواما مع أنه إنما أرسل لهم أفرادا يبلغونهم الدين فدل ذلك على أن الأحاديث التي وردت عنه بسلام في حجية خبر الأحاد وصلت مرحلة التواتر وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن الصفات التي جاءت عنه بسلام في الأحاديث متعددة والمعنى المشترك أنها تفيد أن الخبر الأحاد متواتر وأورد أكثر من عشرة أحاديث ثم ذكر الجويني أيضا أن إجماع التابعين على العمل بخبر الأحاد بل إجماع الصحابة والتابعين على ذلك فيكون إجماعا متقدما لا خلاف فيه وهذا معنى قوله ويجب العمل به سمعا عند الأكثر أي أكثر العلماء وهو المعتمد عند عامة أهل العلم مفهوم الأكثر أن هناك أشخاص قد خالفوا ممن نقل عنهم الخلاف بعض القدرية لأنهم يريدون رد أحاديث من صلى الله عليه وسلم وممن نقل عنه المخالفة كما في الروضة بعض الظاهرية وأظنه يقصد القاساني هذا أو غيره لا أدري وفي نسبة ذلك للظاهرية نظر فكيف يقول الظاهرية إنه لا يجب العمل بالحديث سمعا واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا نعم قال واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا أي أن العقل أيضا دل على وجوب العمل بحديث الأحاد من الذين قالوا به من أصحاب الإمام أحمد أبو يعلى في كتابه الكفاية وهو من كتبه المتقدمة إذ الكفاية هو المجرد من كتبه القديمة لأبي يعلى ممن قال بذلك أبو الخطاب في التمهيد ونسب ابن الحاجب هذا القول لإمام أحمد وفيه نظر وإنما قول إمام أحمد ما تقدم وهو يرى أنه سمع وإنما قال به بعض أصحاب الإمام أحمد كما نقلت لكم عن أبي يعلى في الكفاية وبالخطاب قال وغيرهم طائفة من أصحابنا وغيرهم أي وغير أصحابنا ممن نقل عنه هذا القول أبو العباس بن سريج الإمام وهو من أئمة المسلمين أبو العباس بن سريج حتى قيل أو نقل بعض الشافعية أنه مجدد القرن الرابع وهو من أئمة المسلمين عليه رحمة الله ممن نقل عنه هذا القول القفال والصرافي وهما أيضا من العلماء الكبار في مذهب الشافعي والصرافي له شرح الرسالة لو وجد لربما كان فيه توضيح لكثير المسال أصولية في هذا الكتاب ونقل عن بعض المعتزر وهو الحسين المعتزري هذه الأقوال التي نقلت عن هؤلاء معلو شأنهم اعترض بعض الأصوريين في نسبتها إليهم فذكر البرماوي في شرحه للألفية أن بعض من العلماء الأصول استغربوا نسبة هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة حيث قالوا إنه يجب عقلا العمل بخبر الأحد وأن هؤلاء الذين استغربوا ذلك أولوا كلامهم باعتذارات متعددة ثم أورد بعضا من هذه الاعتذارات التي نقلت عنهم نعم واشترط الجبائي لقبول خبر واحد أن يرينه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعرضه دليل آخر نعم قال واشترط الجبائي وهذا يدلنا على أن المصنف خالف ابن الحاجب في نسبة قول الجبائي والأقرب في قول الجبائي ما ذكره المصنف لأنه هو الأشهر في كتب الأصوليين أكثر من القول الذي نسبه إليه ابن الحاجب قال واشترط الجبائي طبعا كتب الجبائي ليست موجودة لكي نتأكد من كلامه قال واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد هنا أطلق المصنف لقبول خبر واحد مطلقا ولكن قيد الشيخ تقي الدين في المسودة أنه اشترط هذا الشروط في المسائل الشرعية فقط دون ما عدها قال أن يرويه اثنان في جميع طبقاته من طبقة الصحابة إلى ما بعد ذلك قال كالشهادة أي قياسا على الشهادة فكما أنه لا يقبل إلا شاهدان فكذلك الرواية تكون في مثلها قال أو يعضده دليل آخر يعني أن يوافقه خبر آخر فيكون فيه حديثان من أحاديث الأحاد أو يوافقه ظاهر لآية أو أن يكون قد انتشر عند الصحابة رضوان الله عليهم أو عمل به بعض الصحابة كذا نقل الدليل الآخر بهذا الأمور الأربع بمفلح في أصوله حقيقة هذا القول فيه إشكال لأن هذا القول يؤدي إلى إبطال العمل بالسنة لأنه لا يكاد يوجد حديث يروى بهذه الطريقة نعم الشرائط في الراوي نعم هذه مسألة بدأ المصنف آخر مسألة عندنا اليوم ربما وهي قضية ما هي الشروط التي تشترط في الراوي هذه الشروط تشترط في الراوي بغض النظر عن الحديث المروي وهناك نكتة تتعلق بنظر علماء الحديث في الشروط في الراوي كثير من الأصوليين يذكر الشروط جامدة وأعني بكونها جامدة يعني واضحة المعالم بينما كثير من علماء الحديث تجدهم قد يتجاوزون في بعض هذه الشروط في بعض هذه الأحاديث ومن أحسن من وجدت له تفصيلا في هذه المسألة هو الشيخ تقي الدين فذكر طريقة أهل الحديث في الشروط الموجودة في الراوي فذكر الشيخ تقي الدين أن الرواة إما أن تقبل روايتهم مطلقا وإما أن تقبل مقيدة فقال فأما المقبول مطلقا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمضنة وشرط ذلك العدالة وخلوه من الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان وهذا واضح هو كلام الأصوليين فالشروط التي أوردها الأصوليون إنما هو للنوع الأول وهو الراوي الذي يقبل حديثه مطلقا النوع الثاني قال المقيد يعني الذي تقبل روايته مقيدة بشرط قال فيختلف باختلاف القراء ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه ربما لا أدري لك الوقت اليوم لا يمكننا عليه لكن ربما سيأتينا إن شاء الله إشارة لمسألة مهمة وهو أن كثيرا من العلماء فقهاء الحديث وأحمد جاء عنه أيضا الإعمال بهذا الأصل وهو أن بعضا من صور الحديث الضعيف يعمل بها مع اختلال بعض شروط الراوي وبعض الشروط المتعلقة بالإسناد فيه وربما أتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن الحديث المرسل فأنسب موضع لها هناك إن شاء الله ولذلك فقد يحمل العلماء الحديث الذي رواه ضعيف الضبط أو من فيه بدعة أحيانا فيقبلوا هذا الحديث ويتحمله ويعمل به لقرائن حفت بهذا الحديث ولذلك فإن له ذوقا يعرف هذا الذوق علماء الشريعة فقها ورواية نعم نعم شرائط الرواة هذه طبعا هي منقولة عن المثل الحديث ممن نقل عنه ذلك الإمام أحمد على سبيل المثال فقد جاءنا الحسيد بن منصور سأل إمام أحمد عن من نكتب العلم قال أكتب عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة صاحب هوا يدعو إليه أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير أو رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل وهذه إليها مرد جميع الشروط التي سيردها المصنف وزيادة قلت وزيادة لما لأن هناك شرطا مهما جدا فات المصنف وهذا الشرط مذكور في أصله وهو ابن الحاجب ولم يذكر المصنف وقطعا أنه ملابسه قطعا ولكن يمكن أن نعتذر المصنف لأنه قال منها أي من الشروط فلم يكن المصنف قد قصد الحصر لكن هذا الشرط يجب أن يذكر وهو شرط الضبط فلا بد أن يكون الراوي ضابطا وللأسف أن المصنف يعني ند بصره أو نحو ذلك من الأعذار قطعا هو لا يقول بعدم اشتراطه وإنما تركه لسبب الأسباب المهى عند الله نعم نبدأ بها بسرعة منها العقل إجماعا نعم قال أولا منها أي من الشروط العقل إجماعا وهذا بلا خلاب بين أهل العلم فالعلماء يشتريطون العقل في التحمل وفي الأداء معا كلاهما فإن فقد العقل فإنه لا يقبل صح تحمله للرواية ولا يصح أداؤه لها كالشهادة تماما لكن هنا مسألة قد يقول شخص إنه قد جاء عن الإمام أحمد كلام يوهم أن فاقد العقل تقبل روايته فقد جاء أن الإمام أحمد سئل عن الكبير أي كبير السن ليس بالصغير السن ليس كبير الهرم وإنما قصده هنا بالكريم بالكبير كبير السن الكبير الذي لا يعرف الحديث ولا يعقل فقال أحمد إذا كتب الحديث فلا بأس أن يرويه قد يظن بعض الناس أن العاقل إذا كان له أحاديث مروية فأجاز بها عند التلقي عند الأداء فإنه يصح وهذا غير صحيح مطلقا وإنما قصد أحمد أو قصد السائل وفهمه أحمد ولا يعقل أي ولا يعقل أصول أو لا يعقل حدوث العلم بعلا للحديث العلم بعلا للحديث هذا التوجيه ذكره كثير من العلم منهم الخطيب البغدادي يقول الخطيب البغدادي في الكفاية أراد أبو عبد الله بذلك أن يكون الكبير يضبط كتابه غير أنه لا يعرف علال الأحاديث واختلاف الروايات ولا يعقل المعاني واستنباطها يعني ليس بفقه فمثل هذا يكتب عنه لصدقه وصحة كتابه وثووت سمائه ليس أهم مقصود بالعقل هنا فقده بالكلية وإنما فقد يعني عدم الفهم فيه نعم ومنها البلوغ عند الجمهور نعم البلوغ عند الجمهور أي أن الجمهور اشتريطون البلوغ عند التحمل وعند الأداء أما الأداء فقد حكي الاتفاق أنه لا تقبل رواية فاقد البلوغ وأما التحمل ففيه قولان ذكرهم المصنف وعن أحمد تقبل شهادة المميز فهنا أو لا أي أن أحمد جاءت رواية أن المميز الذي أصبح يميز ويعقل تقبل شهادته في بعض المواضع فقال المصنف فهنا أو لا يعني هذا من باب التخريج الفقهي هذا من باب التخريج والتخريج الذي أورده المصنف سبق إليه فقد نص على هذا التخريج في المسودة قبله إما المجد بن تيمية وظهر أن الذي خرجها المجد بن تيمية ونقل هذا التخريج المرداوي لكنه لم ينسبه قال وقال بعض أصحابنا وربما لأنه في المسودة ولم يبن هل الذي قاله المجد أو ابنه عبد الحليم أو حفيده فالمقصود أن هذا التخريج بقبول تحمل المميز مقبول نعم طبعا هذه رواية مخرجة عفوا هنا وعن أحمد تقبل شهادة المميز هذا في الأداء عفوا فهنا أولى أي فتقبل رواية المميز فها هنا أولى هذه باب التخريج في الرواية لكن لم يقل بها أحد يعني على سبيل الجزم ولذلك قال المرداوي في التحبير إن المذاهب الأربعة جميعا على أن الأداء لا بد أن يكون بالغا إلا هذه الرواية المخرجة عن الإمام أحمد فهي التي قيل إنه تصح رواية المميز نعم فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا وروا كبيرا قبل عند إمامنا وغيره نعم يقول الشيخ فإن تحمل صغيرا هنا بل يتكلم عن التي فيها خلاف وهي قضية تحمل الصغير للرواية قال فإن تحمل صغيرا يعني دون البلغ وليس كل صغير يقبل فيه التحمل وإنما اختلف العلماء على أقوال متعددة فقيل أربع وقيل خمس وقيل ثلاث عشرة وقيل خمس عشرة وقيل غير ذلك وممن عد هذه الأقوال التي ذكرها العلماء البغدادي الخطيب البغدادي في الكفاية والقاضي عياض في الإلماع وغيرهم ذكروا الأقوال التي قيلت ومن أشهر الأقوال ما ذكره البخاري في الصحيح إنما عقد بابا في كتاب العلم متى يصح السماع العلم وذكر فيه حديث محمود بن لبيت رضي الله عنه أنه قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في فيا وأنا ابن خمس وقوله وأنا ابن خمس سنين هذه بعضهم قال إنه يدل على أن أقل من يقبل منه التحمل هو من كان ابن خمس وعليه كثير من علماء الحديث وخاصة في الإجازات ومنهم من قال أربع لأن قول محمود بن لبيت وأنا ابن خمس أي أنني دخلت في الخامسة فقد أنهيت أربعا ودخلت في الخامسة وإذاك تجد بعضا من المحدثين قد انتصر وألف جزءا في أن السماعي الصح والتحمل للرواية الصح وهو ابن أربع وكتب الإجازات مليئة بل إن أغلب الأسانيد العالية في الإجازات إنما هي بسبب هذه الإجازات التي تأخذ في الصغر فإن مدى الله عز وجل في عمر الراوي حتى رواها على الكبر وقد لا يكون هو الأتقن ولا الأعلم وإنما فقط لإدراك لعلو إسناد نعم قال المصنف عاقلا بمعنى عاقلا أي فاهما لما يرويه ويتحمله والنص على العقل جاء عن الإمام أحمد فقد نقل عبد الله أن أباه أحمد لما سئل عن رواية الصغير قال يجوز سماعه إذا عقل أي إذا عقل من الذي يفهمه وكلمة عاقلا تدلنا على أن ظاهر كلامهم أنه ليس له سن وإنما الضابط بعقل وتمييز الرواية وضبطها قوله ضابطا ذكر في الكفاية أن علماء الحديث لهم قولان في اشتراط الضبط عند التحمل في الصغر فبعضهم قال إنه يشترط أن يكون ضابطا لما روا وذكر الخطيب أيضا في الكفاية أن بعض علماء الحديث قالوا إنه لا يشترط أن يكون ضابطا وإنما يلزم أن يكون ضابطا عند أداء الرواية بعد ذلك وإن كان قد ذكر أن الأغلب على الأول قال وروا كبيرا أي أدى الرواية حال كبره بعد البلوغ قال قبل أي قبلت روايته وسبب قبولها أن العلماء أجمعوا على قبول رواية ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وقد كان دون سن البلوغ عندما تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إمامنا وغيره إمامنا الإمام أحمد وقد جاءت روايات كثيرة عن إمام أحمد منها أنه جاء في رواية أبو الحارث والمروذي وحمبل أن أحمد قال يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط ومثل هو جاء عن عبد الله بن أحمد وغيره هذه المسألة جزم بها المصنف ولم يذكر فيها خلافا والظاهر أنه لا خلافة في المسألة أنه يصح التحمل دون سن الصغر والأداء كبيرا لكن ذكر الشيخ عبد الرحيم ابن تيمية والد الشيخ تقي الدين وابن المجد أنه فيها خلاف فقال في المسودة يغلب على ظني أن فيها خلافا لغيرنا في هذه المسألة وأنه لا يصح علق ابنه وهو الشيخ تقي الدين قال وهو كذلك فإن ابن الباقلاني خلافا أو فإن ابن الباقلاني ذكر خلافا في هذه المسألة ومنها الإسلام إجماعا نعم الإسلام أي إسلام الذي يروي حال الرواية وأما حال السماع والتلقي فإنه سيأتي في آخر كلام مصنف إجماعا أي بإجماع أهل العلم وهذا لا شك في هذا الجماع حكى أيضا المرداوي لاتهام الكافر في الدين نعم قال لاتهام الكافر في الدين أي أن الكافر متهم في روايته وخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معادل للدين وللشرع وللنبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم في ذلك غاية التهمة فحيلا إذن لا تقبل روايته عندنا هنا مسألة قول مصنف لاتهام الكافري ما المراد بالكافر المراد بالكافر فيها قولان القول الأول أن المرادة بالكافر وذكر القولين بهذه الطريقة أبو الخطاب في التمهيد القول الأول أن المرادة بالكافر كل كافر مطلق وهذا اختيار الموفق وهو ظاهر تعليل المصنف لأنه قال كافر وسكت فيشمل كل كافر والقول الثاني أن المرادة بالكافر الذي ترد روايته هو الكافر غير المتأول فيشمل اليهودية والنصراني وغيره وأما المتأول فهو الذي فعل فعلا مكفرا فقيل إن هذا يقبل خبره وقد ذكر أبو الخطاب في التمهيد أن هذا القول أومأ إليه الإمام أحمد وكأن أبو الخطاب يميل لهذا القول الثاني وذكر أن ممن قال به أبو الحسين البصري الذي صاحب المعتمد وهو أبو الخطاب كثيرا ما يأخذ عباراته بالنص في التمهيد فإن أبو الخطاب في التمهيد استفاد كثيرا من أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد وهما كتابان مطبوعان ومنها العدالة نعم قال ومنها أي من الشروط العدالة وهو شرط بإجماع المسلمين والعدالة في الأصل هي التوسط نعم من غير زادة ولا نقص وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة ليس معها بدعة نعم قول مصنف وهي هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف ابن الحاجب تماما يقول مصنف محافظة دينية قوله محافظة أي أن الشخص يكون الدين هو الذي جعله يعمل هذا الحفظ لنفسه فيحفظ نفسه من الوقوع في هذه الأمور والتعبير بكلمة المحافظة الدينية أورد عليها عدد من الاعتراضات ولذلك فإن المرداوي في كتاب التحرير استبدل كلمة محافظة دينية بعبارة صفة أنها صفة راسخة في النفس كان قد عبر بكلمة هيئة ثم غيرها إلى كلمة صفة لأنه نقل في الشرح أن كلمة هيئة عليها اعتراض فرجع إلى كلمة صفة وذكر أن المراد بالصفة الراسخة في النفس المراد بالصفة هي الملكة فحينئذ الملكة هي الصفة الراسخة ولذلك يقول في شرح حدود ابن عرفة يقول أطلق ابن عرفة على العدالة لفظ الصفة وأطلق عليها الآمدي لفظ الهيئة الراسخة وأما ابن الحاجب فقد أطلق عليها المحافظة ثم ذكر أن الأرجح الأقرب من هذه الأمور الثلاثة إنما هي الصفة طيب الأمر الثاني كلمة الدينية كلمة الدينية هذه اعترض عليها بأن فيها حشو لأن المحافظة قد تكون لا تكون إلا بسبب الدين ورد عليه ابن الرصاع بكلام طويل ليس هذا فائدته قال تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة قوله تحمل أي هذه المحافظة أو الصفة الدينية على ملازمة التقوى على سبيل الاستمرار وكلمة الملازمة فيها إشكال متى نحكم أن المرأة قد لازم هذه التقوى فلا بد من مدة يلازم بها التقوى لكي نعرف أهو عدل أم ليس بعدل ولم أجد أحدا تكلم عن مدة ملازمة التقوى على قصور بحث إلا بن حجر الهيتمي فقد ذكر في الفتاوى الفقهية لما تكلم عن ضابط العدالة في ملازمة التقوى قال إن ضابط ملازمة التقوى أو ليس ضابط وإنما أن الفقه قد حدوا لملازمة التقوى مدة سنة فجعلوا المضي سنة كاملة علامة على ملازمة التقوى وهذا التقدير بالسنة يعني لا أدري من أين قدر ذلك نعم والمرؤة وسيئة إن شاء الله ليس معها بدعة ليس معها الضمير هنا يعود لماذا؟ أختلف فيه فذكر بن عبد السلام والمراد بن عبد السلام محمد بن عبد السلام التونسي صاحب شرح جمع الجوامع شرح كتاب جمع الأمهات عفوا لأن ابن عبد السلام الثنان العز وأبو ومحمد التونسي ذكر من عبد السلام التونسي المالكي أن الضمير يعود إلى العدالة ليس مع العدالة بدعة وحينئذ فإن السلامة من البدعة وصف زائد على العدالة فقد يكون عدلا لكنه متلبس ببدعة ورد عليه جماعة منهم بن عرفة وغيره فقال إنه لا يصح ذلك ولا يصح رد الضمير للعدالة وإنما يكون الضمير يعود إلى المحافظة فحينئذ من كانت معه بدعة فليس بعدل هذا كلام شارح الحدود وأما على المذهب فإننا سنذكر كلامهم في العدالة في الشهادة المذهب أن التلبس بالبدعة يكون سببا لفوات العدالة واختار الشيخ تقي الدين وهي رواية الثانية في المذهب أنه لا يلزم من التلبس بالبدعة فوات العدالة وإنما يختلف بأحوال أهل البدع من صورة إلى صورة والعمل إنما هو على القول الثاني فليست البدعة يعني داخلة في مسمى العدالة وإنما هو معنى زائد معنى زائد قد يكون ناقضاً لما ما ما مقترن به من أوصاف وقد لا يكون كذلك نعم وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح نعم قال مصنف وتتحقق أي وتتحقق العدالة باجتناب الكبائر قوله باجتناب الكبائر أي عموم الكبائر وحينئذ فلو أتى كبيرة واحدة سقطت عدالته ودليل ذلك أن من أتى بكبيرة القذف سقطت عدالته وشهادته فروايته كذلك تبعاً ويقاس عليها سائر الكبائر قال وترك الإصرار على الصغائر معنى الإصرار مجموع أمري الأمر الأول التكرار وسيأتي إن شاء الله الكلام فيما هو حد التكرار أهو ثلاثة أم أكثر والقيد الثاني عدم التوبة منها فإن من فعل صغيرة ثم تاب منها ورجع مرة أخرى فليس بمصر وإنما المصر الذي يفعلها من غير توبة وإذلك تفرق بين شخص يفعل ذنباً من الذنوب الصغائر ويتوب منها وآخر لا يتوب منها من أمثلة الصغائر النظر إلى ما حرم الله فإنها من الصغائر ففرق بين من ينظر إلى ما حرم الله عز وجل ويؤنبه تؤنبه نفسه وتراجعه وتلومه ويستغفر الله عز وجل منها وبين رجل ينظر إليها مستمرئاً لها فحينئذ إصراره على الكبيرة إصراره على الصغيرة يجعلها كبيرة وقد جاء في الحديث لا صغيرة مع الإصرار طيب إذن عرفنا القيدين في هذه المسألة قال وترك الإصرار على الصغائر عندنا مسألة نعم تعلق بالقيد الأول قبل أن ننتقل المسألة ما هو الدليل عليها وهو قضية ما هو ضابط التكرار فيها أقوال في المذهب قيل إن حد التكرار ثلاث فمن فعل الصغيرة ثلاث مرات متوالية فإنه يكون حينئذ مصراً عليها وهذا الذي نص عليه بالحمدان في صفة المفتي والمستفتي وفي كتابه المقنع يقول في صفة المفتي كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثاً وإن كان كبيرة فمره وهذا صريح في كلامه أنها ثلاث وكذا نقلها فقهاء المذهب عنه وقيل إنه يقدح في عدالته الإصار على الصغيرة إذا تكررت في الجملة من غير تقييد بعدد في الجملة لا ننظر لها عدداً وإنما نقول تكررت منه جداً فحينئذ تقدح في العدالة والقول الثالث وهو أقربها وهو قول بن قاض الجبل في كتابه الأصول حينما قال إن حد الإصرار على الصغائر أن تتكرر منه بحيث تخل الثقة بصدقه لا مطلقاً قد تتكرر لكن لا تخل الثقة فبعض الصغائر لا تخل بالثقة فحيث أخلت بالثقة بصدقه فحينئذ نقول إنها تكون قادحة في شهادته وروايته وهذا هو الأقرب لأن مطلق الإصرار يكون قادحاً وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها جداً أن الإصرار له قيدان والقيد الثاني اختلف في حده طيب كيف يكون الإصرار على الصغيرة قادحاً في العدالة أو دليله الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه فقال الله جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا فالإصرار على الصغيرة يجعلها ملحقة بالكبيرة بل قال العلماء كابن القيم وقبله شيخ تقييد دين يقولون إن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربو عليها مثل ما ذكروا من أن المباشرة دون الوضع هو صغيرة لكن الإصرار عليه يجعله نعم لا حد فيه لكنه يكون أشد إثماً في بعض الأحيان نعم قال وبعض المباحات قول المصنف وبعض المباحات هذه العبارة الحقيقة هي عبارة ابن الحاجب وليست على إطلاقها وإنما المراد ببعض المباحات أي المباحات التي تخل بالمروءة لا جميع المباحات فإن الإصرار على بعض المباحات غير غير قادح في العدالة وإنما التي تخل في المرؤة وهيها تختلف وقد ذكروا أن الضابط كل ما كان من المباحات فيه دناءة وترك للمرؤة قبل أن ننتقل الجملة بعدها هذه الجملة وهو قوله تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصراع على الصغائر تفيدنا مسألة أن ترك الكبائر وترك الإصراع على الصغائر هذا من الأفعال التي تكون في الظاهر وفي الباطل فهل المشترط في العدالة الظاهر والباطل أم الظاهر فقط ظاهر المذهب أنه يشترط في الظاهر والباطل ونص على ذلك أبو الخطاب في الرواية فقال يشترط الظاهر والباطل ونص على ذلك أيضا ابن حمدان فقال لا بد من الاستمرار عليه وذلك يقول فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل باطنه ففي كونه عدلا خلاف وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا فالمجزون في المذهب أنه لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا الرواية الثانية في المذهب أنه يشترط العدالة الظاهرة فقط وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي وابن البن وهي رواية عن الإمام أحمد مقاسع على الشهادة ومن من اختارها أبو بكر عبد العزيز وصاحب الروضة الفقهية وهو ما ينتصر له الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر خلافة للاستاذ نعم قال والمعاصي كبائر وصغائر ورد آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدلعى ذلك منها قول الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم تجعل الله عز وجل الذنوب نوعان كبائر الإثم والفواحش وجعل مقابلا لها اللمم وغير ذلك من الآيات قوله عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم خلافا للأستاذ إذا أطلق الأستاذ عند الأصولين في المراد به الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني عليه رحمة الله أحد فقهاء الشافعية الكبر وهذا القول قال به أبو إسحاق الاسفرايني وابن الباقلاني وابن القشيري أبو القاسم صاحب الرسالة فقالوا إن جميع الذنوب كبائر وليس في الذنوب صغائر وكذلك نقله أبو بكر بن فورك عن الأشاعر وقال إن الأشاعر يقولون بذلك وهذا القول الذي قالوا في الحقيقة يعني قول يخالف نصص القرآن يقول الشيخ تقي الدين هذا خلاف القرآن أي الذين قالوا إن الذنوب كلها كبائر فإن الله عز وجل يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ويقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في أن الذنوب كبائر وصغاء لكن وجه كلامهم وجهه القرافي نعم وجهه القرافي فقالوا إن هذا ليس للتقسيم وإنما للتسمية فقط لكي لا يستهان بالصغاء ولكن ظاهروا كلامهم أنهم يرون أن الذنوب واحدة وأن كلها كبائر ولعل هذا ملحظ في مسألة الإرجاء عندما يرى أن الذنوب كلها درجة واحدة وأن الضرر فيها واحد جميعا نعم والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه إمامنا نعم الكبيرة فيها أقوان كثيرة ذكر المصنف أول حد مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاء عند ابن جرير في التفسير أن ابن عباس رضي الله عنه قال اللمم هو ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة وهذا يدل على التفريق بينها بمعنى ما ذكره المصنف يقول المصنف الآخرة وهذا هو حد الآخرة قوله ما فيه حد في الدنيا وهي العقوبات التي تكون في الدنيا المقدرة شرعا والأصل أن حدود الدنيا ليس المراد بها الحدود الستة وهي بحسب ترتيب الفقهة الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم السرقة ثم الحرابة ثم البغي ثم الردة لا ليس ذلك لأن مصطلح العلماء أو الفقهة بكلمة حد هذا مصطلح حادث وإنما المقصود بالحدود مطلق العقوبات فكل ما رتب عليه عقوبة فإنه يكون كذلك طيب قال أو وعيد في الآخرة معنى قولهم أو وعيد في الآخرة أو ليس فيها وعيد خاص بها أي خاص بهذا الذنب لأن هناك وعيدا في الشرع لكل من أتى المحرمات ولكن لهذا الذنب بعين هذا الذي يكون فيه الوعيد نعم وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفي إيمان نعم وقال أبو العباس طبعا قبل ذلك قال نص عليه إمامنا نص عليه إمامنا نص على ذلك الإمام أحمد في أكثر من موضع فقد قال لإمام أحمد فيما نقله جعفر بن محمد لما ذكر عن ابن عين أنه قال مثل ما قال ابن عباس الأثر السابق هو ما بين حدود الدنيا والآخرة قال الإمام أحمد قال حدود الدنيا هو مثل السرقة والزنا وعد أشياء وحدود الآخرة ما يجد في الآخرة فاللمم الذي بينهما هذا يدل على أن أحمد يرى أن الحد هو ما له أن الكبير هو ما كان فيه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة وفاقا للآثار المنقولة عن الصحابة رضا عليهم أو عن ابن عباس ومن تبعه من علماء المسلمين قال وقال أبو العباس المراد بأبو العباس الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ تقي الدين في الحقيقة لم يزد شيئا وإنما هو كما نقل هو في كلامه أن كلامه موافق لكلام الأوال قال أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان يعني لو ورد وعيد من الشارع بلعنة على عقوبة معينة مثل اتقوا اللاعينين مثلا أو غضب من الله عز وجل أو نفي إيمان فإنه في هذه الحالة يكون داخل في عموم وعيد في الآخرة فيكون داخلا في عموم وعيد الآخرة فهو شيخ من باب التفصيل وإن كان أغلب علماء المذهب لا يرون أنه تفصيلا وإنما يعدون ذلك قولا منفصلا لكن هو فيما ذكره هو في مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر بيّن أن كلامه من باب التفصيل وليس من باب المغايرة من المنظومات المشهورة منظومة الشيخ موسى الحجاوي يقول وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجود يعني أن في القرآن قسم الذنوب إلى قسمه فما فيه حد فدنا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمدي كما ذكر المصنف قال وزاد حفيد المجدي يعني الشيخ تقي الدين قال وزاد حفيد المجدي أو جاوعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي والحقيقة أنها ليست زيادة وإنما هي موافقة نعم والمبتدعة هم أهل الأهواء نعم لماذا ذكر المصنف هذه الجملة لأن كثير من الآثار التي وردت عن السلف في أنه لا يقبل الرواية عن أهل الأهواء أو يقبل الرواية عن أهل الأهواء وقد عقد الخطيب بغداد في الكفاية فصلا في الرواية بل فصلين متتابعين في الرواية عن أهل الأهواء فأراد أن يبين لك من المراد بأهل الأهواء وأنهم مبتدع ثم فصل الرواية عن المبتدع فقال وإن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايتهم مطلقة وإن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية وإن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترد عن الداعية روايتان هذا تحقيق مذهبنا نعم مر معنى أن أهل الأهواء لا يقبلوا روايتهم في الجملة وقد نص على ذلك أحمد فقد قال أحمد في وصية كتبها لأحمد بن سهل إياكم أن تكتبوا عن أحد من أهل الأهواء قليلا أو كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن فأراد المصنف أن يبيلنا من مراد بأهل الأهواء طيب يقول المصنف وإن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايتهم مطلقا بمعنى أن الجهمية لا تقبلوا روايته وقد نص أحمد على عدم قبول الجهمية للرواية فقال في رواية الأثرم وذكر له أن فلان أمر بالكتابة عن سعد عوفي فاستعظم أحمد ذلك وقال جهمي ذاكم تحين فأجاب قبل أن يكون هناك ترهيب فدل ذلك على أن الجهمية لا تقبلوا روايته مطلقا ثم قال وإن كانت متوسطة يعني كانت البدعة متوسطة سأرجع لهذا التقسيم ما أصله قال وإن كانت متوسطة كالقدر بمعنى أنه قدري قال ردت إن كان داعية سبب أنها ترد لأنهم هؤلاء إذا كانوا دعاتا يعني لا يؤمن عليهم أن يؤيدوا قولهم ببدعتهم وقد نص أحمد على التفريق بين الداعية وغيره من القدرية بالخصوص فقال إمام أحمد في رواية أبي داود يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية لكن في الجهم سكت وإنما رده مطلقا ونقل إبراهيم الحربي أنه قيل لأحمد سمعت من أبي قطن القدري فقال أحمد لم أره داعية ولو كان داعية لم أسمع منه فدل على أن أحمد فرق بين الداعية وغير الداعية في القدرية بالخصوص ثم قال الشيخ وإن كانت خفيفة أي البدعة خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها أي مع الإرجاء مطلقا أو ترد عن الداعية فيكون حكمه كحكم البدعة المتوسطة قال فيه روايتها الرواية الأولى أن رواية المرجئ تقبل مطلقا وقد قال الإمام أحمد احتملوا من المرجئة الحديث ويكتبوا عن القدري إذا لم يكن داعيا هذا نص من أحمد على التفريق بين المرجئ وبين القدري وأن المرجئ تقبل يعني تقبل روايته مطلقا لأنه فرق بينه وبين القدري وجاءت نصوص أحمد أخرى مؤيدة لذلك الرواية الثانية عن أحمد أنه لا تقبل رواية المرجئ إذا كان داعية وإن لم يكن داعية قبلت نقل المرود في كتاب العلل المطبوع له أنه قال كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصمة وقال إسحاق بن منصور كوسج في مسائله كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية إذن هذا المرجئ فيه روايتان كما قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال الشيخ هذا تحقيق مذهبنا قوله هذا تحقيق مذهبنا هذا الكلام من المصنف فالمصنف هو الذي جعل هذه القسمة الثلاثية وممن نص على أن المصنف هو الذي قالها ولم يسبقه أحد المرداوي فقد ذكر المرداوي أن بعض أصحابنا المتأخرين قال وهو القاضي على الدين البعلي يقصد المصنف ذكر أن أصحاب البدع ثلاثة تنوان فهذه القسمة فيما أعلم وأحسب أن أول من ذكرها إنما هو البعلي وتقسيم البدع إلى مغلظة ومتوسطة وخفيفة وأما ظاهر كلام الإمام أحمد وهو الذي مشى عليه أغلب الحنابلة مثل صاحب شرح الكوكب ابن النجار والشيخ تقييدين وغيرهم فيرون أن أحمد تفرق بين الداعية وغيره بغير نظرا لنوع البدعة إلا أن تكون البدعة مكفرة فحينئذ ترد روايته من كل وجه نعم طبعا ابن النجار لما ذكر التفريق باعتبار الداعية قال هذا هو الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيلين والأكثر نعم نقف عند هذه المسألة أو نأخذها يمدين نأخذها هذه مهمة المسألة وريد أن أشرحها بتفصيل ولكن أخشى أن الوقت يعني ضيق لأن مسألة الفقهاء لعلن نقف هنا عند هذه الجزئية نكمل إن شاء الله الدرس القادم لكي أعطي هذه الجزئية حقها أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد هذا أخونا يقول إن رجلا امتنعت منه زوجته واستمر هذا المنع قرابة أربعة أشهر فلما رأى منها ذلك قال أنا محرم عليك يريد الجمع قالت له تريد الطلاق قال لا وإنما أردت الجمع لأنك تكرهينه فحرمت نفسي عليك ونبقى بقية حياتنا كأصدقاء السؤال كيف تصنف هذه المسألة فقها وإذا أراد أن يرجع إلى جماعها فماذا يصنع هذه المسألة مسألة التحريم مسألة التحريم هذه المسائل الطويلة لكن أختصر لكم أهم مسائلها لكي نفهمها كقاعدة ثم أجيب عن هذا السؤال التحريم له ثلاثة أحوال إما أن يضيفه إلى عين أو أن يضيفه إلى بضع وإما أن يضيفه أو لا يضيفه إلى شيء إذا أضافه إلى عين فهي كفارة يمين مطلقة لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك متى كان ذلك حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل فجعل الله عز وجل له حكما فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهي يمين مكفرة الحالة الثانية إذا أضافه إلى بضع والمذهب خاص بالزوجة دون المأمة فمن أضاف التحريم لزوجة فقال هي عليه حرام فالمشهور من المذهب أنه ظهار ولون والطلق فلا يكون طلاقا وإنما هو ظهار وذكر المرداوي في تصحيح الفروع أنه يحتمل أن يكون من كنايات الطلاق فإن وابه الطلاق كان طلاقا وأما المعتمد المذهب فهو صريح في الظهر الحالة الثالثة أن يقول علي الحرام ويسكت فنقول له ثلاث حالات له ثلاث حالات أن يقصد زوجة أن يقصد فتكون ظهارا على المذهب أن يقصد غير الزوجة من الأعيان كطعام أو سيارة أو بيت فكذلك أن لا يقصد شيئا بعض الناس علسان عليه الحرام قائما قاعدا فنص الفقهاء على المشهور عند المتأخرين كما في الإقناع وغيره أنه يكون لغوا ولا كفارة عليه وإن قال بعضهم عليه كفارة يمين احتياطا فأصبح ثلاث أحوال أخونا هذا عندما قال هو حرام على زوجته فقد حرم على نفسه زوجته زوجته فيكون من باب الظهار فما الذي يجب عليه يجب عليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرق فيصوم شهرين متتابعين يجب عليه ذلك إذا أراد العود فإذا أراد العود فإنه حينئذ يجب عليه صيام شهرين متتابعين نقول لماذا فرق بين الخبر إذا لم يكن حكما وكان في حق الله وبين إذا لم يكن في حق الله فقلنا يعد سكوت الأول تصديقا والثاني لا يعد تصديقا ولا تكذيبا لا ليس بهذه الصيغة ربما خانني التعبير بعض الشيء بعض الأصوريين قال إن كل ما ليس بحكم لا يعد تصديقا وهذا غير صحيح بل يعد تصديقا ولكن نقول إذا كان من الأخبار التي يجب إنكارها لكونها خبرا عن الله ونحوه فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم القرنة تدل على التصديق لكن حلف عمر رضي الله عنه لأنه أمر لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه متردد ولذلك الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف حال ابن الصياد فإذا نظرت في القصص التي جاءت من حيث بسعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امتحانه وقال لو لم تعلم بنا أمه لبان لنا أمره ونحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدلع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ظهر أو أوحي له بخبر ابن الصياد في هذه المسألة فدل على أن أحد قولي العلماء في الإشكال فهذا نقول إن سكوت النبس والسلام لعدم علمه فحينئذ نكون إقراره لأمر طارئ في هذه المسألة السابقة نعم يقول هل تكرار الصغائر مع التوبة لا يضر العدالة حتى لو كان كثر جدا ذكرت لك أنه إذا كان يؤثر على الصدق فإنه مؤثر هذا قول ابن قاض الجبل وقول ابن حمدان ثلاث مرات متوالية وهذا صعب جدا صعب جدا تطبيقه بل عده ومعرفته أصعب وقيل ما لم يكثر عادة وهذا أيضا قد يكون أسهل شوي لكنه أيضا فيه بعض المشاقة فقل ما يسلم أحد من الصغار وقول الذكره ابن قاض الجبل الحقيقة هو متجه جدا متجه جدا وبن قاض الجبل طريقته في التفكير في الملهب أقرب ما تكون لطريقة الشيخ تقيدي لأنه ينظر في المعاني العامة والكلية ومن ميزة ابن قاض الجبل أنه قاض والقاض دائما يعني يكون نظره في مساء القضائية أفضل من غيره وإذا كنا ما نفرق بين المنتهى والإقناع نقول إن المنتهى أميز في أبواب القضاء من الإقناع لأن ابن النجار كان قاضيا وأما الحجاوي فلم يكون قاضيا فيما أحسب أو فيما أعلم فيما أظن لا أقول فيما أعلم وإنما يقول فيما أظن طيب إذا كانت الغيبة كبيرة وعصيان الوالد كبيرة فهل يعسر التحقيق العدالة لا ليس كذلك عصيان الوالد له حد أدنى هذا الحد الأدنى إذا لم يفعله المرء فإنه يكون حينئذ قد فعل الكبيرة وأما البر فالفرق بين البر وبين العقوق العقوق كبيرة وأما البر فله حد أدنى وليس له حد أعلى لا حد لأعلى البر والناس يتفاضلون فيه ومن أبر الناس بأمه أبو هرير رضي الله عنه فقد كان له مع أمه أخبار عجيبة جدا في بره بها فقد يظن بعض الناس أن من لم يكن بارا كمال البر فهو عاق ليس بصحي وإنما له حد ذكره في محله وذكرت أكثر مرة يقول هل الحلق اللحية من الصغائر؟ نعم حلق اللحية من الصغائر باتفاق أهل العلم لا أعلم أن أحد من أهل العلم قال إنه من الكبار هل سماع الغناء من الصغائر؟ نعم هو كذلك من الصغائر لا أذكر أن أحدا ذكره من الكبار اللهم إلا في الكتاب الذي نسب للذهب فعده من الكبار والأصل أن سماع الغناء من الصغائر ليس من الكبار والنظر كذلك أظنه باتفاق كذلك يقول لماذا لا نقول إن مسألة التكفير ما يثبت بخبر الآحاد هي متفرعة عن قول بأنه يفيد العلم طبعا أثناء الشرح قد يكون الكلام أنا أفكر وأنا أشرح فقد لا أدري هل أنا وضحت الفكرة أم لا أقول لك إن بعضا من العلماء قال إن هذه المسألة متفرعة لأن ما ثبت العلم به فإن جحده يكون جحد معلوم من الدين بالضرورة نقول لا ليس بصحيح ليس لازم فإن ماذا يقول مسألة نعم نعم إن مبنية على ذلك فمن قال إن أخبار الآحاد تفيد الظن فجحده ليس بكفر ومن قال إنها تفيد العلم قال إن جحده يعني إن جحده مفيد يكون كافرا يكون يكون كفرا يكون كفرا نقول ليس بصحيح فإن بعض ما يفيد العلم لا يلزم من جحده الكفر وقد يعني قررواها في أكثر موضوع ذكروا أمثلة كثيرة جدا يقول التذكرة التي لابن الحافظة هي بفتح الكاف أم بكسرها التذكرة هكذا التذكرة التذكرة يعني لا أعرفه أظنها بكسر الكاف ولا أعلكت راجعها يقول أين ذكر الشيخ تقي الدين شرائط الراوي ذكرها في المجموع وذكرت لك أظن في الجزء الثامن عشر أظن يقول ذكر بعضهم أن مؤلفات الجراعي ليس فيها ابتكار وإنما هي اختصار ونقر عن من سبقه لا لا مصحيح النقد سهل يا أخوان أن أجلس هنا وأنقذ غيري سهل ولكن ومن نقد سيجد أخطاء وهذا مجرب يعني أضب لكم مثال محسوس بس ثواني شيخنا المناقشون لو ناقش رسالة كتبها هو لو وجد أخطاء تكفي خمس ساعات وهو الذي كتب الكلام لو كتب الشخص كلاما لو وجد على نفسه أخطاء فالنقد سهل ليس معناه أنه خطأ النقد بل مفيد ولكن أحيانا من أسباب عدم الانتفاع ببعض أهل العلم أو ببعض كتبهم أن يكون أول نظرك النظر للنقد نبدأ بمدرسيك في الجامعة بعض الإخوان عندما يدرس الجامعة يقول يدخل من أول يوم يأتي زملائه يقول مدرسوك ضعفاء مدرسوك يخطئون مدرسوك مدرسوك يأتيك بمعايبهم فتدخل عنده في القاعة وأنت قد نظرت إليه نظرة سوداء لو أتاك بإحسان بحثت عن نقائصه لو أتاك بمعلومة جديدة لم تستفد إلا أن تأخذها بالقوة في الاختبار لكن لو نظرت إليه من جانب الآخر أنك ستستفيد ما عنده من علم وما فيه من تقصير ستغطيه بنفسك أو تغطيه لجانب آخر انتفعت أكثر من الأول نفس الكلام في الكتب بعض الإخوان إذا اشترى كتابا أول ما ينظر لنقض الكتاب فلان كتابه مثل كتاب فلان فلان كذا وينظر لهذا النقاس نعم معرفة أن الكتاب نقل من فلان جيدة لماذا؟ لكي إذا وقع في وهم عرفت من هو تابع له إذا أشكلت كلمة من أين أتا بها الجراعي دعنا نتكلم عن كتابة الأصول الذي هو الشرح فيه نكت حقيقة وفيه فوائد ويعني كان يضرب له يعني بسهم ويشار له بالبنان هو بن قندس متعاصران في زمن واحد وهم من طبقة شيوخ المرداوي تقريبا أو عصرية تقريبا فكان يضرب له يعني بسهم قد تجد الفائدة أحيانا بين السطور هذه الفائدة التي بين السطور هي تكفي قد تكون كلمة قيد وهكذا تكون فيها حل الإشكال لكن على العمو هل هو ينقل؟ نعم هو ينقل لا شك مثل المرداوي المرداوي ينقل من شرح البرماوي شرحا كبير يعني أنا ما أحبب الناس الآن لشرح البرماوي إلا أن المرداوي ينقل منه ثم طبع شرح البرماوي السنة الماضية أو التي قبلها فالنقل موجود أصلا قلما يوجد شخص لا ينقل من أحد بل لا يوجد أنا أكاد أجزم أن لا يوجد أحد سنفضت شيء قلت لك بأمرين التكرار وعرفنا قيد التكرار والقيد الثاني عدم التوبة منها بعض الناس يتوب ويستغفر الله عز وجل لكن لأمور معينة يفعل هذا الفعل يعني قد تكون يعني أمور متعددة لها الأسباب تختلف من شخص إلى آخر ولكن إصراره عليه يجعلها كبيرة لكن هل تقدع في عدالته؟ نقول لا العدالة المتعلقة بالشهادة كما قرره ابن قاضي الجبل العدالة المتعلقة بالشهادة غير متعلقة بالرواية غير متعلقة ب يعني التولية القضاء وغيره من الأمور تشترطه وسائل الولايات تشترطوها العدالة وصف لا هذا في المجاهرة في الأفعال الخفية التي يظهرها لكن في أشياء علانية مثل حلق اللحاثة ظاهرة كل الناس يراك لا يمكن أن يحلق امرؤ لحيته في داخل بيته ولا ينظر إليه أحد لو ذهب إلى المسل فسيراه الناس لكن المجاهرة مثل أمر خفي يفعل شيئا في بيته ثم يتكلم به أمام الناس فالمجاهرة في حد ذاتها ذنب فإن كانت بكبيرة فهي أعظم لا شك وقد جاء في آثار أظن عن الحسن وغيره مغرية مرفوعة كل أمة معافة إلى المجاهرون أو نحو كذا لا غيبة لمن خلع جلباب الحياة نعم لا غيبة لمن خلع جلباب الحياة ذجعت عن الحسن فالمجاهرة تسقط حتى حقه الشخصي في قضية الغيبة في الأبيات التي نظمها الغزي في الكواكب نظم كلام نظم كلام الغزال في حياة علوم الدين في من تجوز غيبته قال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر في سقن هذا والمجاهر ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر لا تخفيف قول أكثر على العلم الجواز نعم تكلم عن حلقها عد هذا المسألة ثانية ما هو أقل ما يحدث به هذا المسألة فقهية أظن تكلمت عنها في الزاد لكن نحن نتكلم عن الفعل نعم طيب هذا انتهينا منها عشان الوقت لسبوع الماضي أطلت عليكم يقول قصة الجن نعم الذين ولوا إلى قومهم منذرين هل يستفاد منها تحديد مدة العدالة يعني أنا قلت كلمة مدة العدالة هذه في اللزوم متى يحتاج إليها يحتاج إليها فيما إذا انتقضت العدالة بأن مجدت معصية فمتى نحكم بأن الرجل قد تاب منها ذكر ابن حجر الهيتم عن الشافعية سنة وأنا في نفسي شيء وإنما مردها إلى العرف فقد تكون العدالة أقل من ذلك بكثير لكن ذكرت هذه الفائدة عن ابن حجر لأن لم أجدها عند غير حقيقة ولم أجد ما يقابلها من قول آخر ويكمل البحث فيها فلكني أردت ولكني أردت يعني أن لا أفوت لكم عليكم هذه الفائدة فقط وإلا هي فائدة ناقصة ما هو أتم المدة التي تحصل بها ملازمة التقوى آخر سؤال يقول ما علاقة إذا انفرد شخص واحد بقتل خطيب بمسألة عموم البلوة في خبر الواحد عموم البلوة ستأتينا إن شاء الله في مسألة مستقلة ربما الدرس القادم أو الذي بعد لا أدري لأن اليوم تأخرت أو لم تأخر وإنما يعني أبطأت في الشرح لكن إن شاء الله ربما الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن عموم الخبر وهناك فرق بينهما سيأتي الكلام لكن عموم أجيب عنه بسرعة الذين قالوا إن الخبر فيما تعم به البلوة لا تقبل وهو قول بعض الحنفية وقيل كثير من الحنفية وقيل الحنفية ثلاث أقوال علل بعضهم مثل كرخي قالوا لأن ما تعم به البلوة هو من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقله فلما لم ينقله إلا وحد إذن من قال إن الخبر فيما تعم به البلوة غير مقبول علل بهذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله ما هو الرد على استدلاله بهذه القاعدة المتفق عليها إن شاء الله في محله نكون بذلك أنهينا وصل الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعلى وصحبه وعلى أعلى وصحبه اشتركوا في القناة